مرت فولكسواجن بأوقات صعبة وفي عام 2016 لم تكن محاولة حل المشكلة التي أثرتها فضيحة بعثات العوادم هي الأصعب لأكبر شركة تصنيع سيرات في أوروبا أسواق أساسية كالبرازيل وروسيا ما زالت عالقة في الأزمة وفي غرب أوروبا والصين ما زالت المنافسة شرسة جدا ومع هذا نجحت الشركة في استعادة لقبها كأكبر مصنع للسيرات في العالم بعد أن باعت عشرة مليون وخمسمائة ألف سيارة العام الماضي ويعود هذا في الأغلب إلى زيادة المبيعات في الصين إلا أن المبيعات في الولايات المتحدة تأثرت كثيرا بالفضيحة التي كشفتها وكالة حماية البيئة الأمريكية قبل عام ونصف فولكسواجن اعترفت بتهمة الاحتيال الموجهة إليها وستدفع غرامات وطاويضات بالمليارات أمريكا الشمالية كانت منطقة صعبة جدا بالنسبة لفولكسواجن في العام الماضي وبالرغم من هذا تمكننا من زيادة أعداد السيارات المرسلة إلى هناك قليلا الولايات المتحدة تبقى سوقا أساسية هامة لمجموعتنا ككل ولماركة فولكسواجن ونحن ثابتون على قرارات شركتنا الاستثمارية ونريد أن يصبح دورنا أكثر أهمية في الولايات المتحدة الأمريكية عما هو عليه الآن تواجه فولكسواجن مشاكل في الولايات المتحدة بسبب ضعف المبيعات هناك منذ سنوات وعواقب فضيحة العوادم والتساؤلات بشأن السياسة الاقتصادية التي سينتهجها الرئيس الأمريكي الجديد ستمثل تحديا إضافيا لها